لكن اللي انا واسخ منه حاجة حاجة اصلا مش موجودة غير في جماهير النادي الاهلي ومعليش هنقف هنا عشان انا عايز اتكلم مع جماهير النادي الاهلي بصفتي من جماهير النادي الاهلي دلوقتي جماهير النادي الاهلي خلي بالكم خلي بالكم من الحاجات اللي بتتعامل اليومين دول وفي ناس عايزة تشدكم في الجهة بتاعتها علشان تدوسوا على النادي الاهلي الفترة دية علشان تنتقدوا النادي الاهلي الفترة دية إيش عاد بقى وحاجات سخيفة وتدوسوا في اللعيبة واللعيبة دي مش هي بتاعت النادي الأهلي ومش دي اللعيبة اللي تلبس الفنية للحامرة وبصوا مستوى اللعيبة شكله مش جمهور الأهلي في البعض في البعض بينساق وراء الكلام دو لكن لازم جماهير النادي الأهلي الباقية الوعية لا تشدهم تاني واضح جدا واضح جدا هدف الجماهير دي مش جماهير النادي الأهلي جماهير المنافسين واضح جدا الهدف ايه الهدف عايز يخرجك عن تركيزك الهدف عايز يخرجك من المواصلة والاستمرارية علشان تاخد الدوري العام عايز يخرجك من الموضوع اللي انت عايزه ان انت تكسب كل مباراة ان انت تهكس في كل مباراة علشان تبعد علشان هو يخلاله الجو وياخد البطور لا مش دي جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي لما انت كجمهور النادي أهلي تعمل كده والجماهير المنافسة بتعمل كده طب و بعد ايه والنادي الاهلي ايه انا كجمهور النادي الاهلي خايف على فرقتي جمهور النادي الاهلي ورا فرقته جمهور النادي الاهلي مش هتقدنع بقى بالكلام اللي بيقولوا الجماهير المنافسة اللي تقولك ده مدرب مش عارف بيقيموه بعد تاني يوم يقيموه بعد تاني يوم لا ده مدرب ما عندوش فكرة ده مدرب بين عليه شكله تعبان ده لعيبة تعبانة جدا ده الفرقة عايزة مش عارف شغل ده الفرق عايزة دستة لعيبة ايه ده وانا كجمهور النادي الاهلي انساق وراء القلة دي لا طبعا لا طبعا مش ده جمهور النادي الاهلي انا بتكلم على القلة اللي بتنساق وراء الكلام اللي بتقال مش جمهور النادي الاهلي اللي بيعمل كده ده جماهير من برة هي اللي بتعمل كده وعايزة تاخد شوية من جماهير النادي الاهلي وتقلب الدفة على اللعيبة وعلى الجهاز وعلى مجلس الإدارة إنما إحنا كجماهير أهلوية وعين جدا اللعيبة دي وضع طبيعي أنت بتتكلم على ثالث سنة فوضع طبيعي أن مش هتلاقي استقرار في الأداء استحالة ولو طلبت كده يعني أنا لو طلبت كده لا يبقى أنا قاسي جدا وظالم جدا وما بفهمش في الكورة لو أي واحد طلب كده يعني لو أي واحد في التوقيت ده طلب كده لا صعب تكلم على ثالث سنة على التوالي مفيش راحة للعيبة دي اللعيبة دي إيه بقى لعيبة النادي الأهلي اللي جابت في أقل من سنتين خمس بطولات واثنين برونزيت كسعالة ما هم هم نفس اللعيبة هم هم نفس اللعيبة الله ولما جابوا البطولات دي كان إيه نظامهم كانوا بيتهجموا لا طبعا ما كنش بيتهجموا بالعكس كنا بنتكلم عليهم كلام كويس قوي كنا بندعمهم كويس قوي يطلعهم بطولة ياخدوا بطولة يطلعهم بطولة ياخدوا بطولة ووضعه طبيعي جدا إن انت مش هتكسب كل البطولات وضعه طبيعي فيش حد في كرة كده هتكسب بطولة تكسب التانية ممكن تخسر التالتة تكسب الرابعة وده اللي حصل ده اللي حصل في خلال سنة وتمن شهور خمس بطولات وبطولتين أو برونزيتين كاس عالم برونزيتين كاس عالم منهم برونزية الأخيرة ديت وانت ناقص أصلا بدأت البطولة ناقص نصف فرقيتك ثلاثة أربع فرقيتك ترجمة نانسي قنقر